كرمت دائرة الامداد والتموين والقاعدة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن العاملات في معمل الخياطة بالقاعدة الإدارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة برعاية وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري وبحضور الفريق الركن عبدالله السالم النخعي قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي واللواء الركن محمد صالح الشاعري قائد الشرطة العسكرية تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير حفل تكريم العاملات في معمل الخياطة التابع للقاعدة الإدارية في العاصمة المؤقتة عدن بحضور الفريق الركن عبدالله سالم النخعي قائد قوات البحرية والدفاع الساحلي واللواء الركن محمد صالح الشاعري قائد الشرطة العسكرية وعدد من القادة العسكريين مراسيم الحفل شهد عدد من الكلمات المعبرة ألقاها كل من قائد قوات البحرية والدفاع الساحلي الفريق النخعي والعميد علي محمد الكود مدير دائرة الإمداد والتموين العسكري مدير القاعدة الإدارية بعدا ألقاها بالإنابة عنه العقيد محمد سالم الصميمي للتعبير عن إسهامات المرأة العاملة ودورها في خدمة المجتمع اليوم الثامن المارس هو عيد المرأة المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة وهي البنت المرأة العاملة المرأة في أي مكان تحترم وتقدر في البيت أو في العمل أو في الوظيفة تحيتي الخالصة واحترامي وتقديري لكل أمرأة في كل موقع أكثر من سبعين مجند من منتسبات القاعدة الإدارية من العاملات في معمل الخياطة أظهرنا كفاءة عالية في تقديم الخدمات العسكرية والمدنية تم تكريم المميزات منهن اليوم بمناسبة يحتفلن بها كل عام اليوم هذا هو يوم العالمي للمرأة بالاحتفال وتكريمها وأنا أشكر الدائرة لإمداد وتموين بقيادة القاعد العميد علي محمد الكود على تكريمه وتشجيعه لنا وتحفيزه على العمل نشكر العميد علي الكود بما قدمه من قود في قسم الخياطة ونشكر جميع العاملات ونشكر كل من أقامه وأبرز النجاح في قسم الخياطة تخلى لحفل التكريم عرض فيلم وثائقي يلخص مسار العمل في معمل الخياطة وإسهاماته في توفير الخدمات العسكرية والمدنية بالإضافة إلى مشاركة فنية لمكتب الثقافة بمحافظة عدن قدمتها الفنانة مرواه هاشم نالت استحسان الحاضرين ليختتم الحفل بتكريم العاملات المميزات في معمل الخياطة لهذا العام حضر حفل التكريم الموسيقار أحمد بن غودل مدير عام مكتب الثقافة بمحافظة عدن لقناة عدن الفضائية والضحي شليلي عدن